السلام عليكم مرحبا لمتتبعي قناة الحمدي اذا ان شاء الله من خلال هذا الفيديو سنجاوب على واحد السؤال اللي كان توصل به بزاف على الانستغرام اللي هو تسولي والساد شتتقصد بالمترشحون الاحرار خصوصا يعني السادس ابتدائي والثالثة اعدادي اذا ان شاء الله من خلال الفيديو غادي نشرح لكم شنقصده بالمترشحين الاحرار اذا غادي نقدم لكم تعريف مبسط للمترشحين الاحرار وفي الخار غا نحاول ان نشرح هاتشي كلشي اللي قلت هم الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة معينة لسبب من الاسباب يا اما صحية او لا عائلية او لا مادية ثم ارادوا بعد ذلك اتمام دراستهم لتجنب الهادر المدرسي فقد خولت لهم الوزارة اتمام دراستهم يمتحنون في نفس الدروس التي يدرسها التلاميذ داخل الفصل الدراسي سواء بنسبة للسادس ابتدائي او لا بنسبة من الثالثة اعدادي اذا هناك الرسميون والاحرار سوف نشرح هذا ما نقصده بالمترشحين الاحرار هم هادوك تلامد اللي انقطعوا عن الدراسة خرجوا يعني يام السبعة يام الثامنة يام التاسعة وما كملوش لسبب من الاسباب يا اما كانوا مراض يا اما العائلات ديالهم انضغطت عليهم وخلتهم مش انهم يكملوا يا اما المسائل يعني مادية ولكنو اصلت واحد لوقيتهم معينة ويرجعوا للمدرسة انهم يقرأوا اذا الوزارة شو درتت تعييي اعطاتهم حقوم يعني باش تجنبوا ذاك الهدا المدرسة خولتليهم حقوم انهم باش يرجعوا يكملوا الدراسة ديلهم ولكن ماشي في المدرسة العادية يعني ماشي بحالكم انتوما كتقرأوا السبعة والتمنى والتسعة بدون انقطع هما لا شو نضرت لهم الوزارة كتدير واحد الاعلان في الانترنت بان لينقاطع مع الدراسة لواحد المدة معينة متى نوع في الابتدائي بغي دير استادس ابتدائي او بغي دير التالت اعدادي اذا امكانوا انه يتسجل في هاد السيت هذا ويعمر المعطاية دياله وان شاء الله يعني من اللي غادي يوصل يعني الامتحان فارع غادي تعلموا باش تجيوا دوزوا الامتحان ديالكم هادو ما تيقراوش في المدرسة وانما تيقراو في ضيورهم غير من اللي تيوصل الامتحان كي يجيوا باش يدوزوا الامتحان ديالهم صفحي اذا الرسميون هم انتم هم هما اللي تيقراو يعني السبعة والتمنة والتسعة بدون قطع سفيع والاحرار هو ما اللي كتلقى نقاطjخخخخخخaban السبعة او لا خرج من التمنة او لا خرج من الخامس مثلا ذاك وبغايدين مثلا هذا السادس احرار او لا تسعة احرار اذا هذا من حق ان هو يكمه القرايات دياله الوزارة ما كتحرموش اذا كيتسجال في السيت اللي كتخله الوزارة ومنows نليه كيوصل الامتحان كي يجي يدوز الامتحان دياله وكيف يبقى ينجح عندنا السادس أحرار وعندنا التسعة أحرار وعندنا الباكالورية أحرار إذا كان عندكم شي تساؤل خليوا لي في الانستغرام صفي أهلا هذه النقطة لشرح الدابة وكنتمنى على أن هذه النقطة لشرح الدابة تكون يعني مفهومة لكم وما تقلش تسألوا يعني هات السؤال طبعا إلا فهمته إلا ما فهمتوش خليوا لي في التعليق أيضا باش نزيد نشرح لكم وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله